طيب بكرا ان شاء الله عايز اقول لحضراتكم ان عندنا مباراة مهمة جدا جدا في منديال كرة اليد مباراة زي ما سمعنا من الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس ادارة النادي الالي ورئيس ورئيس بعثة النادي الالي في السعودية كان بكرا ان شاء الله المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية السادسة بتوقيت القاهرة امام بطل اوروبا واحد من افضل واهم الفرق اللي يعني اللي لم يكن افضلهم في العالم اللي هي افضل فرق في العالم هو من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الناس اللي متابعة كرة اليد واحد من افضل ثلاث فرق هو برشلونة فدرنا نفوذ في مباراةنا الاولى امام فريق النور السعودي وبدابل سكور تقريبا دلوقتي عندنا مباراة مع برشلونة بطل اوروبا وبطل العالم علي زين لعب نادي الاهل السابق كان بيلعب في برشلونة وعلي زين ابن من ابناء نادي الاهل هو واحد من اللاعبين المميزين في كرة اليد فاكيد علي حينقلهم خبراته لانه ليه تجارب احترافية مهمة ابرزها برشلونة الاسباني وان شاء الله لكن ان شاء الله رجال النادي الاهل بكرة يبقوا قادرين على تحقيق نتيجة ايجابية وتحقيق المفاجأة اذا حصلت ان انت كسبت برشلونة بكرة هتبقى مفاجأة كبيرة جدا جدا ومدوية في العالم كله خلي بالحضراتكم لانه برشلونة الاسباني فريق كبير جدا وقوي جدا 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 فوق ما حضراتكم تتخيلوا يعني لانه لو رجعنا شهر ونص او شهرين جبنا لحضراتكم او كنا بنوزيع لحضراتكم مباراة النادي الاهلي وبرشلونة في الدورة الودية وكانت هذه المباراة اتفرقتوا فيها حضراتكم على شاشة قناة النادي الاهلي على مباراة ما بين الاهلي وبرشلونة ان شاء الله بكرة طبعا المباراة مش مزاعة بكرة عندنا لكن اقصد ان انا اقول لحضراتكم ان هذا هو الفريق اللي انت هتلعبه كان فارق كبير جدا في المباراة الاولى ولكن الحمد لله في المباراة الثانية او في الشوت الاول كانت الفارق جبير جدا في الشيوت التاني الحمد لله الأمور قربت شوية وقدر رجال الأهل أنهما يرجعوا الأمر وكان من الممكن أن يحدث يحدث ريمونت هذا ولكن في النهاية يعني أعتقد أنه مباراة صعبة جدا 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 إن شاء الله رجالتنا أدها وقدود